اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة والاخر والتي تعزز من مكانة البحرين على مختلف الاصعدة وتابع سموه قائلا تحتفي مملكة البحرين هذا العام بالعيد الوطني المجيد وذكرى تولي جلالة الملك المفدى مقاليد الحكم وهي تعيش في مرحلة زاهرة من مراحل التحديث الشامل التي يقودها بكل حنكة واقتدار حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى من خلال مشروع جلالته الاصلاحي الذي شكل دعامة اساسية لكل مشاريع التطور والنهضة في المملكة عرفتها المملكة على مختلف الاصعدة وأبين سموه رغم التحديات التي فرضتها جائحة كورونا إلا أن مملكة البحرين وبفضل توجيهات جلالة الملك المفدى وصلت مسيرتها الناجحة نحو الإنجازات التنموية المختلفة وباتت البحرين نموذجا مثاليا في المنطقة من خلال تحويل التحديات إلى فرص حقيقية وهو الأمر الذي تمثل في مواصلة التقدم والازدهار وتنفيذ المشاريع والمبادرات التي كان لها تأثير مباشر على القطاعات التنموية في المملكة ومواصلة مسيرتها وأضاف سموه ننظر باعتزاز بالغ إلى الإنجازات الكبيرة التي تحققت للحركة الشبابية والرياضية في المملكة بفضل اهتمام جلالة الملك المفدى بشباب الوطن وتوجيهاته السامية بخلق الظروف الكفيلة بتطوير هذين القطاعين العريضين من الشعب البحريني الوفي معاهدين جلالته على مواصلة العمل الجاد من أجل تحقيق رؤى وأفكار جلالته بما يضمن إعداد أجيال من الشباب المتمسك بدينه والمرتبط ارتباطا وثيقا بوطنه وأمته والمتسلح بالعلم والمعرفة والقادر على تحقيق الإنجازات باسم البحرين وعكس الصورة المشرفة عن مملكتنا الغالية في مختلف المحافل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر